قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدم الدكتورة باسم السمعان بمرافقة روحية من الأب جورش رايحة حلقة جديدة بعنوان صوم العذراء تقليد أم حكاية وقد أكدت الحلقة أن ما يميز هذا الصوم عن باقي الأصوام هو التمثل بروح أمنا مريم التي كانت ولا تزال في حالة اتصال دائم مع الله ومستجيبة لمشيئة الأب كما بيّنت الحلقة أن الصوم بصورة عامة هو ترفع النفس والجسد عن كل ما يتعلق بالأمور الأرضية وتحرير النفس من الأهواء والشهوات فإلى هناك بالنسبة لأبونا لموضوع الصوم نحن مستمرين هذا الشهر في موضوع صيام العذراء واحتفالات بعيد الرقاد خلال الحلقتين الماضيات كنا نتحدث عن معنى الرقاد وتاريخ العذراء وعيادها في الكنيسة استضفنا حضرتك واستضفنا أيضا أبونا إبراهيم دبور وأيضا إن شاء الله الأسبوع المقبل نستضيف أبونا أنطونيو صحنا للحديث أيضا عن العذراء وفضائلها فأبونا بالنسبة لصوم العذراء أنا حبيت الأسبوع هذا إنه نركز على فكرة الصوم إنه الصوم دايما منقول صوم الأربعيني ولا هي المرحلة اللي تسبق الاحتفال بعيد الفصح واللي بيمثل إنه ألام سيد المسيح وقيامته فالصوم دايما برتبط بالألم أو بالحاجة إنك تصوم لهدف معين فصوم العذراء أبونا من أين جاء؟ صوم العذراء هو تقليل كناسي وضعته الكنيسة وفيما بعد بعد الانشقاق وبعد الانقسامات اللي حصلت كان أول إشي البطرق بعدين أنوطت المسئولية أو شبابا بعدين بطرق أنوطت المسئولية لكل أسقف محلي أن ينظم عملية الصوم يعني 15 يوم هاي اللي تحددت هون زي ما تفضلت حضرتك وإحنا قبل ما نطلع الهواء إنه فيه كناس بتصوم أقل من هيك فيه كناس مثلا إحنا حسب بس نهار الجمعة خلال هدول الأسبوعين بالزبط شو هي الطريقة؟ إذن إحنا بنجاوب بنقول هو تنظيم من السلطة الكنسية هي اللي وضعته تكريما الصوم العدراء كما هو صوم الرسل أيضا فيه كمان بيجي صوم الرسل كمان هو اختداء بأثرهم قدوة ومثال صالح الإنسان لما بيشبع لما بيعطي كل حاجاته البيولوجية كامل بيصير يفكر في رفاهيته أكثر يعني بيحكوها بالأمثال الشعبية كيف بتعرف أنه ضيفك شبع طعمي بالتين بس يصير يقشر بالتين بكون إن الشبع أولا شو هو جوعان ما بيلحق بصير يأكله بقشره بعدين بصير رفاهية درجة ثانية فالصوم بيرجع الإنسان لحاجته لله لضعفه لأنه إذا أحيانا الحياة هي ما قصت على الراهب ما قصت على المكرس ما قصت على الإنسان اللي قدم ذاته إلى الله تعالى فهو بيحاول يعمل برنامج الخاص في تيشوف يعني مثلا أي كنيسة أي بطراكية أي أبراشية بتنظم مرتين بالسنة رياضات روحية لكهنتها وبجتمعوا وبتناقشوا ولكن هذا لا يعني أنه فيه مجهود شخصي لكل واحد ولم يبقى ذلك مرتبط فقط بالإكليروس ولكن أخرجته الكنيسة بعد ما كان زمان زي ما تفضلت حضرتك كان للرهبان كان النساك كان هذا الأنواع الصوم والتقشف ولكن فيما بعد عندما أصبح مصطلح الكهنة الأبراشيين أبو نانا بظلني أحكي يعني أنه الإنسان إيش بيرتاح داخليا يعني كيف يقدر يصلي إيش الطريقة اللي بتحقق له السلام الداخلي بتحقق له الأمان بتحقق له بتبعث لنفسه الأمل والرجاء بهاي الحياة بوقت شدته بوقت تضعفه بوقت محنة بوقت مرض بوقت مثلاً حاجة فهي الأسلوب يعني أنت مثلاً لما بتكون متضايق وكذا وين بتروح؟ عند مين؟ فأنت في أكيد شخص معين أنت بترتاح له في ناس أنه بتروح عند إمها ناس بتروح عند أبوها ناس بتروح عند قديسين مثلاً بس مش عند قدش الدعم النفسي للقديسين لا وفي ناس صبعاً عندهم هيك يعني فأنت وين بترتاح مثلاً تروح تصلي طبعاً هذا ما بيغنينا أنه ما نركز على الإله هو الجوهر وهو مصدر كل هذه النعم والعطايا ويسوع المسيح اللي عرفنا على كل هذه المسيرة الإيمانية اللي احنا عم نحياها فهو ما بيضيع يعني الهدف والجوهر فأكيد بالضبط وهي عميقة يعني سدقيني دكتور مرات كثيرة ويكنت أضطر أقدس بكنائس الشعب واللغة أنا ما بفهمها يعني بيكون بقدسه بلغة أنا ما بفهمها بس بأخذ البديا بتصدقي مع أني أنا مفهم إشي بس ببركع وبصلي بضل هيك أتأمل برعب لما تيجي المناولة بروح بتناول وبأخذ المعني أنا مش مش فاع بس ما أجمل أنه الإنسان يقدس كل أحد بكليسة هو بيستمتع بطاقسها يعني فيه ناس بحب هيك من طبيعته بحب الموسيقى الشرقية فيه ناس بحب البيزنطية فيه ناس بحب الغربية مثلاً فيه ناس بحب الكنائس اللي بتكون فيها الترانيم كثيرة الترانيم الحلوة الفرفحانية نعم المناولة نعم بتحس الواحب يعني صدقيني صدقيني كنا مرات بالمخيمات نشوفهم بدبكوا وبركسوا قاعدين على بعض الترانيم اللي فيها حماس وفيها الجمال فهي زي ما تفضلت حذرت كل واحد ومن برتاع ومن بسكيني يعني القديسة غسطينوس قول لن تستويح نفسي إلا بك يا الله يعني وين فتشنا عن أي شيء بعطينا لذة بعطينا فرح اشتركوا في القناة